أحف من أخبار رياضية لنهار اليوم السيدس فيفري الفين وسبعة عشر يومية الشباك عنوانت في صدر صفحتها الرئيسية الكاميرون تثأر ومصر تتقهقر. عنوان إذن يلخص سهرة الأحلام للكاميرون التي توجدت بكأس أمم أفريقيا لخامس مرة في تاريخها وطاحت بالعملاق المصري صاحب السبع تتويجات في نهائي وفى بكل الوعود وكان قويا مع صحيفة دائما مونشستر يونيتد يعقد من وضعية ليستر سيتي بعد أن هزمه بتلاتية على معقله كينغ باور ستاديوم بفضل مختاريان وإبراهيم إبراهيموفيتش وماتا كما أشهد التشباك بالنجم السويدي إبراهيموفيتش الذي ورغم بلوغه سن 35 عاما يواصل تألقه في سماء البريمالليغ يومية رجلت حوارا مع دولة جزيرة رشيدة إيتعتمان تحدث فيه عن العديد من الأمور أبرزها الأسباب التي جعلته يترك فريقه سبورتينغ خيخون والتعاقد مع نادي تينيري في من الدرجة الثانية الإسبانية كما تحدث عن المتخب الوطني بالقول أنه تلقى دعوة للمشاركة في الكان يتفاجأ بعدها بإسقاط اسمه من القائمة نختم من يومية كومبيتيسون التي عنوانت في صفحة الأولى حيدوسي يهرب من تيزيوزو بعد محاولة الاعتداء عليه ونشرت صحيفة حوارا مع تونسي الحيدوسي الذي اتهم مسيري شبيب تلقبها الواضح الحيدوسي أن حناشي لا يمثل الشبيب بهذه التصرفات ترجمة نانسي قنقر